حالات الاعدام في ايران تتزايد تحت سطوة رئيس هذا ما عنونته صحيفة العرب اثار ارتفاع حالات الاعدام في ايران بعد انتخاب الرئيس ابراهيم رئيسي قلقا حقوقيا في دولة تطبق العقوبة بشكل غير عادل وتتبنى سياسة تميزية ضد النساء والاقليات واعلنت منظماتان غير حكوميتين انه سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الاعدام في ايران بنسبة زائد 25% عام 2021 حيث تم اعدام عدد متزايد من النساء وحضت المجموعة الدولية على جعل هذا الامر اولوية في اي مفاوضات مع طهران وقالت منظمة ايران هيوم الرايتس ومعا ضد عقوبة الاعدام في تقرير نشر الخميس قالتا ان ايران تبدأ عودة قوية الى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي ولكن في الوقت نفسه واصلت تنفيذ احكام الاعدام واستخدمت عقوبة الاعدام كادات لقمع العديد من المعارضين اشتركوا في القناة